بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني يتشرف ديوان البلاط السلطاني بإفادة أبناء عمان الأوفياء بأن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تابع خلال الفترة الماضية ما تعرضت له بلادنا العزيزة في محافظ ظفار من حالة جوية استثنائية وأذ يبدي جلالته أبقاه الله الإيمان والتسليم والرضى التام بما قدره المولى جلت قدرته خلال تلك الحالة الجوية وما نتج عنها فإنه أعزه الله يتوجه بالحمد لله على ما أنعم به على أبناء عمان الكرام من تماسك وترابط وتآزر وذلك لما أبدوه من وعي والتزام عبر عن أصالة المعدن والمسؤولية العالية التي يتسمون بها ضاربين بذلك أروع أمثلة اللحمة الوطنية الواعية معبراً أيده الله عن تقديره واعتزازه بكافة الجهود المخلصة التي بذلتها الجهات المختصة لتقديم العون والمساندة حفظ الله حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم وأبناء عمان والمقيمين على أرضها وجنب البلاد كل سوء ومكروه إنه سميع قريب مجيب الدعاء